ازاي غير الرقم السري للواي فاي لراوتر وي تابع مع الفيديو للنهاية السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة ياسمين عشور فيديو النهاردة كده هنتعلم مع بعض ازاي نغير الرقم السري للواي فاي بتاعنا لراوتر وي يلا معي انا كده نروح مع بعض على جوجل كروم وده شكل جوجل كروم معي للناس اللي ما تعرفش شكل جوجل كروم نضغط نفتح المتصفح مع بعض ظهرك بالشكل ده كده ونبدأ نضغط فيه ونكتب فيه البحث الرقم اللي انا هكتبه هتغير كده لازم يبقى الرقم انجليزي واحد تسعة اثنين دوت ولازم انت اللي تكتبه ممكن يكون هو ظاهر معي في البحث بس انا لازم انا اللي اكتبه واحد ستة تمانية دوت واحد دوت واحد انا كتبته كده واضغط على كلمة البحث هيدخل لنا على صفحة الراوتر بالشكل اللي انت شايفينه ده كده هنكتب هنا بقولك اسم المستخدم وانا هكتب اسم المستخدم ادمن زي ما يظهر قدامك على الشاشة دلوقتي ده اسم المستخدم هنكتب كلمة المرور فبنبدأ نكتب الرقم الموجود في ظهر الراوتر بتكتب الرقم وبتضغط على تسجيل الدخول زهر لك دلوقتي وزهر لك اه تحقك من حالة شبكة رقم باعداد الو اه الو اه الو اه ال ا 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 وبدأ المعالج وبضغط على ال ا اعداد الراوتر دي بضغط عليها ضغطنا دلوقتي وشوفنا زي ما انت شايفين دخلنا دلوقتي على اسم الشبكة عندك. وكلمة المرور. وهي عندك هنا ازهار كلمة المرور لو انا مش حافظ كلمة المرور الحالية. لو ضغطت على ازهار كلمة المرور بتلاقي كلمة المرور القديمة. وهنا برضو لو عايز تغير اسم الشبكة بتاعتك. بتبدأ ان انت تغيرها من هنا. انا دلوقتي ههغير كلمة المرور وبلاقي هنا كلمة المرور وده المربع اللي في لما يكون ان اضغط دلوقتي. ومي تقول طبعا مجهز وراء layer او حاجة جنبي ان انا اكتب الرقم بتاعي الجديد عشان منسهوش او يحصل لغبطة او كده وانسى الرقم فيبدأ ان انا خلاص اكتب دلوقتي الرقم بتاعي الجديد اللي انا هعمله انا دلوقتي هاخدها اسكرين عشان منساش الرقم بتاعي طبعا لازم يكتب لك ان كلمة المرور اللي انت كتبتها دي تحت المربع على طول هيقول لك ضعيفة او متوسطة او قوية لازم كلمة المرور اللي انت كتبتها يكتب عليها قوية انا دلوقتي غيرت الكلمة المرور بعمل لها اسكرين شاشة كده عشان اكون عارفة انا عملت ايه لان هيفصل الشبكة معي وكون حافظة الارقام اللي انا كتبتها كويس جدا ببدأ انا اضغط على حفظ او يحفظ بضغط عليها طبعا الشبكة كده رحت معي خلاص ببدأ ان انا اروح على الشبكة فبنزل كده على الشبكة بتاعتي بضغط ضغطة طويلة على الواي فاي بتاعي وبختار الشبكة بتاعتي هتظهر لي دلوقتي الشبكة بضغط على الشبكة بتاعتي لما اضغط عليها هيقولك بقى اكتب كلمة المرور فبظهر كده كلمة المرور وبكتبها مع بعض هنكتبها ثم التوصيل زي من شايفين غيرنا الرقم السري لشبكة الواي فاي بطريقة سهلة وبسيطة وبنخرج كده اي سؤال او استفسار اكتبوا لي في التعليقات وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة يارب فيديو النهاردة يكون عجبكم ياريت لايك للفيديو واشتراك في القناة كأنا معكم ياسمين عشور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة